عقد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية اجتماعا في مقره بضواحي باريس بحضور زعيمة المعارضة مريم رجوي واشادت رجوي بتظاهرات الشعب الايراني التي خرجت في اكثر من 140 مدينة رغم اعتقال الالاف داعية الجميع الى مساعدة الشعب في انتفاضاته للخلاص من النظام وتحقيق الديمقراطية كما تحدث في الاجتماع معتقلون مفرج عنهم ومسؤولون امريكيون سابقون وعدد من ممثلي الجمعيات الايرانية في اوروبا